مرحبا يا عزيزي درسنا اليوم يونت 2 لسن 1 في بيوبولز بوك بيج 22 المنطقة لهذه اللسن هي مصنوع من مصنوع من بها اليونت رح نتعلم اسماء لأشياء و المادة المصنوعة منهم بالبداية رح نشوف نحن مجموعة صور ما هذا ؟ تشيرت المادة المصنوعة منها كوتون كوتون يعني قطني ما هذا ؟ سويتر المادة المصنوعة منها صوف ما هم ما هم هذول لأنه جمع هذول لعاملة معاملة الجمع لأنه بيمنى ويسرم ما Youtube نقول remember متاح نقول انه جمع ما فهرة نقول جمع متاح مصنوع دينم قطني بس نقصد بالعامية قماش الكابوي نسميه دينم هذا البنطرون الجينز مصنوع من قماش الدينم ماذا هم عملته معاملة الجمع لأنه بفرد يمن ويسر ميسر واحد يلبس شي واحد لازم الاثنين بمعنه قطعتين فنعمل معاملة الجمع نقول What are they They are rain boots هذا بوت مطري What are they made of من أين هو مصنوع They are made of rubber هو مصنوع من المطاط What's this ما هذا It's spoon إنها ملعقة What's made of من أين هي مصنوعة It's made of wood خشب إنها مصنوعة من الخشب What's this It's a suspen Suspen يعني قدر What's the suspen made of من أين هذا القدر مصنوع It's made of metal معدن What's this It's a junk سراحية What's the junk made of من أين هاي السراحية مصنوعة It's made of glass إنها مصنوعة من الغلاس يعني الزجاج الغلاس تجي قدر وتجي أيضا زجاج إذن تقلمنا نراجعنا شوي اسماء الأشياء والمواد المصنوعة منها إذن glass يعني هنا قطن كتن صوف العفو قطني يعني قطني wool صوف العفو خشب metal معدن glass زجاج أوكي فلو راح نوصل نقول هنا picture one شو نقول عليها نوصلناها نقول طبعا هنا look listen and say وبعدها match that picture and the phrases وصل الصور مع العبارات إذن what's what's this what's this it's cotton t-shirt إنه t-shirt what's this it's a woolen sweater إنه blue صوف لكن woolen sweater يعني نقول blue صوفي what are they they are leather boots they are leather boots boot جلدي leather what are they they are denim jeans they are denim jeans فانطرون jeans denim what are they نتلاحظون إذن إذا أحاملها معاملة الجمع what are they they are rubber rain boot they are rubber rain boot boot مطاطي مطاطي what's this it's a wooden spoon it's a wooden wood wooden spoon يعني ملعقة خشبية what's this it's it's sospin or it's metal انه قدر معدني what's this it's a glass jack انه مصنوع من يعني عفو jack سراحية سجاجية اوكي إذا رح نسمع استمرت اللغة تسجيل ان تشوفون الكلمات ويقول what are made of or what is made of إذا بحالة المفرد رح يقول what is made of وبحالة الجامعة رح يقول what are made of يعني من أين مصنوحة الاشياء اللي سقريتها ورح نسمعها بالتسجيل مرة ثانية سمعتوا what is what's made of من أين هو مصنوحة it's a cotton t-shirt it's a swollen sweater ومكمل ثري what are they made of their leather boots four what are they made of their denim jeans سمعتوا قال what are they made of they are denim jeans what are they made of من أين هم مصنوحة they are leather boots عملناها معاملت الجمع نكمل 5 what are they made of they are rubber rain boots 6 what's it made of it's a wooden spoon 7 what's it made of it's a metal sauce pan 8 what's it made of it's a glass jug 8 what's it made of 9 what's it made of 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 10 what's it made of what's it made of 10 what's it made of what's it made of 10 what's it made of 10 what's it made of what's it made of what's it made of كون سويتر كون سوفي كون دينم نانا نتذكر ملاحظة 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 من هذه الأسماء الثمانية ملاحظة معاملة المفرد نشير ملاحظة 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 تنقل كون سوف ماهظة ماهظة أجل ماهظة 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 معاملة المفرد ملاحظة ماهظة مصنوعة عملناها معاملة المفرد. بكتر 7 what's made of و بكتر 8 what's made of لكن which noun are برولر؟ من هي من هاي الاسمان عملها معاملة الجمع؟ شون برولر؟ برولر يعني more than one thing يعني أكثر من شيء واحد. اللي هي بكتر 3 من قلنا what are they made of what are they made of قلنا they are rather boots حتى لاحظوا boots أس جمع what are they made of بكتر 4 they are denim jeans و بكتر 5 what are they made of they are rubber rain boots أس جمع إذا كتبنا قلنا انا قاعد write the numbers in the boxes إذا كتبنا أرقام الصور بالصناديق إذا الناون الاسماء الناون اللي نعملها معاملة singular اللي برولر هي تي شيرت سويتر سفون سوسبن جاك لكن الاسماء اللي نعملها معاملة اللي برولر الجمع هي boots jeans و أيضا رين boots حسب الصورة الموجودة هنا هنا نحوار بعدين بعد ما تعلم الطالب اسماء الأشياء و المواد المصنوعة منها راح نبدين نتقرب على السؤال والجواب هنا الطالب يسأل what's the jack made of من أين jack مصنوع جاوبة سألها بالمفرد it's is is فالجوابه is it's ضمير من الجدل it's made of class إنه مصنوع من اللي تسألة هي what are لاحظوا what are the jeans made of عاملتها معاملة اللي برولر الجمع اكتر فور قلنا برولر جمع يعني بيمنا و يسرى قطعتين كأنما what are they made what are they the jeans العفو what are the jeans made of من أين الجينز مصنوع إذا they are they ضمير الجينز they are سألتها بقار جوابها بقار they are made of denim إنه مصنوع من الدنم أسألو إحنا ندرب مرة تلوخ على نسوي أسئلة وأجوبة أقول what's the t-shirt made of what's the t-shirt made of it's made of cotton إنه مصنوع من القطن what's the sweater made of it's made of it's made of or wool أسنوع من السوف it's it's made of wool أسنوع من السوف what are they made of what are the نسميها what are the boots made of what are the boots made of what are the boots made of they are made of they are made of مصنوع من الخماش الكابوي denim what are the rain boots made of what are the rain boots made of من أين البوت المطالي مصنوع نقول they are made of rubber مصنوع من الربر المطاط what's نالا حعمل أحتي معامل المفرد what's the spoon made of من أين الملعقة مصنوعة it's made of wood مصنوعة من الخشب what's the sauce pen made of من أين هذا القدر مصنوع it's made of metal مصنوع من المعدن what's the jack made of من أين الجاك هذه السلاحية مصنوعة It's made of class مصنوعة من الكلاس إذن شوين ننتبه على هذي ونحفظ الأسماء المواد المصنوعة منها الأشياء Now page 23 Title of this exercise What is it وعند حطنا slash Are they made of قد نهاي الصور 8 رح نسأل عليها ونشوف من أين مصنوعة إذا كانت بحالة المفرد إذا الشيء بحالة المفرد رح نقول What is it made of وإذا كان بحالة جمع نقول What are they made of أول شيء نتعرف على اسماء الصور هنا صورة أولا Knife Fook and Spoon Knife طبعا سكين Fook شوكة Spoon ملعقة Shoes أحذية Blobs Blobs يعني هاي شفوف Dress يعني فستان Pencil Case محفظة أقلام Bands هاي الأربطة المطاطية Bands يعني Bands تجي Bands مفرد وبands جمع تجي مو بس أربطة تجي معناة فرقة موسيقية أو فرقة غنائية أو تجي معناة جماعات أو مجموعات يعني هاي بها معاني بس هنانا نخصد بها البانس هاي العربطة هاي البانس بوتل هاي القنينة وشاكت آني حالترككم إياها المواد المصنوعة من هاي الأشياء رح نسأل عليها إننا بكتر وان رح نقول نانس جمع كث قطع فرح نقول What are they made of What are they made of نقول They are made of Metal هما مصنوعين من المعدن بكتر 2 What are they made of طبعا قلنا الشوز نعملها معاملة الجمع فرح نقول What are they made of نقول They are made of leather جلد الجلوفز أيضا نشفوف نعملها معاملة الجمع إن اتنين رح نقول What are they made of They are made of wool صوف الفستان الدرس رح نقول What is it made of What is it made of It's made of Cotton بكتر 5 البنسل كيس What is it made of It's made of wood البنس الاربطة What are they made of What are they made of They are made of rubber مطاط البطل وحنقول وحنقول What is it made of What is it made of It's made of glass من الزجاج جاكت What is it made of It's made of دنم Okay إذن المواد اللي دائما رح تتكرر إذن بونت وطبعا مطلوب إملائها هي متل معدن leather جلد wool صوف كتن قطن wood خشب rubber مطاط glass زجاج دنم ماش الكابوي القطن يعني Now الإكسرسايز اللي بعده Listen to Dina and Basim Talk about what they are wearing Label the pictures رح نشوف نسمع أنحدكم مياها مقشرين بع ملابس ديما دينا العفو وملابس باسم على كل جزء مقشرين رح نتكتبون بالمربع المادة اللي لابستها من أي شي مصنوع رح نسمع التسجيل دانيا and Basim talking about what they are wearing Label the pictures I'm wearing a cotton t-shirt and a denim jacket I'm wearing a cotton skirt and leather shoes I'm wearing a woolen scarf a cotton t-shirt a leather jacket denim jeans and leather boots I'm wearing I'm wearing يعني تقدم نفسها I'm wearing يلبس wearing 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 يلبس wearing في المطارق مستمر الآن قاعد تلبس I'm wearing cotton t-shirt t-shirt قطني denim jacket jacket denim هذا cotton skirt t-shirt and leather shoes وحد جدي بس قال I'm wearing أنا ألبس woolen scarf scarf sorry woolen scarf scarf هذا هذا الشال اللفاف اللفاف أو شال نسمي scarf فصوف هو فنقول صوفي لفاف صوفي فقال I'm wearing woolen scarf cotton t-shirt جو blue t-shirt قطني leather jacket jacket multi gild leather jacket denim jeans pantaron jeans and leather boots boots جلدي من نوع جلد أوكي فهاي شفتا يأكد إنا كل عيدي كما ركتبنا هنا مع أسماء المواد المصنوعة من هالأشياء وإنا هايضا قاعد نتدرب عليها وارد اللوخ واحد يكتبها واثناء الكتاب قلنا ندرب علي إملاء لأنه هي مطلوبة إملاء أوكي now open your activity book page 20 unit 2 lesson 1 أكتب أكتب listen and write the numbers and names next to what things are made of أصغي وأكتب الأرقام and names والأسماء next to the next to بجانب أو مقابل what things ما هي الأشياء are made of المواد التي تصنع منها الأشياء هي مثل جلد لذر العفو مثل معدن لذر جلد غلاس زجاج ربر مطاط دنم الغماش القطني اللي يشبه الجينز يعني كابو نقول علي إحنا wood خشب cotton عني القطن وقدنا هنا هنا صور لأشياء طبعا اللي هي سيحكات بيها هنا هاي من picture 1 إلى picture 14 رح نسمع التسجيل ونشوف المواد طبعا مثلا المثل معدن نشوف شون الأشياء من هاي الصور المصنوعة من المعدن طبعا picture 2 اللي هي الحلاس يتقوم من تسجيل picture 2 هي clock الساعة مصنوعة من المعدن and key picture 2 مصنوعة من المعدن leather جلد شون المواد ما هي الأشياء المصنوعة من الجلد نشوف number 1 sofa رح نسمع القنفة sofa and football picture 13 glass الزجاج مش شون نانا picture 7 doors نانا بواب زجاجية doors and 14 tables top tables يعني الوجه المنبضة هو زجاج table rubber المطاق نشوف picture 5 toy duck toy duck يعني لعبة على شكل بطة toy هي لعبة duck بط بطة toy duck يعني اللعبة على شكل بطة هي مصنوعة من المطاق rubber and gloves وال كفوف خفازات picture 11 denim القماش قلنا مثل شبه jeans أو ماش قطني هي trainers الحذاء الرياضي مصنوع من denim and backpack backpack هاي picture 12 backpack يعني الصورة الجنطة اللي تنحط على الظهر الجنطة التي تنشد على الظهر للشخص يسموها backpack اذا picture 12 مصنوع هاي الجنطة وال trainers الحذاء الرياضي مصنوع من denim wood خشب هنا مضرب لعبة baseball من الخشب and leather وال السلم خشبي cotton هنا ادنا picture 9 cup مع baseball لعبة baseball هاي الكاب معلت هالشفقة الخاصة بيها and picture 6 towels towels هنا المناشف towels يعني مناشف towel منشفة towels مناشف picture 6 ايضا مصنوع من البطن رح نسمع التسجيل علي التسجيل و تأكيد اكثر بعد على على الطالب دائما يعني اكدل على المواد اللي بتصنع من الأشياء وامثلة على المواد المتال، 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 معدن، المتال، جلد، غلاس، زجاج، ربر، مطاط، دنم، قطن، كبوين، ود، خشب، وكتن هو القطن اختار أربع كلمات من هاي الكلمات اللي هنا شفناها وكتب وصف إليهم، يعني هاي الأشياء من ذني الأشياء، اختار أربعة وأوصفهم، طيفة وصف مثال، 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 يعني هم مناشف قطنية ملونة، وصف المناشف، قلنا توولز مناشف، كالرفر ملونة، طبعا هي جمع، كالرفر كتن توولز أنا حالتكم أربعة وأنتم ممكن تغيروها، أو تختارون غيرها، كما تريد وصفنا البكتشار وان، السوفا، قلت، إنها قنفة جلدية، بكتشار، بأكسرسايز تو، عفوا، البوينت تو، نقطة اثنين، رح نوصف الـ doors، الأبواب، فأقلت، they are glass doors، هم أبواب زجاجية بوينت تو، وصفت الـ letter، السلم، It's wood leather، إنه سلم خشبي بوينت تو، وصفنا الساعة، clock، It's metal clock إنها ساعة معدنية، ممكن تستعملوا هاي تجمع نفسها، ممكن تغيروها، سهل يعني واحد ممكن يختار أي شيء، لأننا الموادق الدكت، تعلمنا عليها، وعرفنا شونا نقول اللصيغة مالتهم، أول شي نقول المادة المصنوعة من هالشي، وبعدين نقول الاسم، الشي لدي نوصفه، فبقوا leather sofa، من نقول sofa leather، لا glass doors، ما نقول doors، glass، غلط، أول شي نقول المادة، وبعدين نقول الاسم، آخر شي، wood leather، المادة خشب، بعدين نقول leather، metal clock، أوكي، فهاي تنتقوه لشوي، ناو، اكتيفتي بوك بيج 21، بعدنا بيونت 1، لسن 2، عفو، يونت 2، لسن 1، اكتيفتي بوك بيج 21، هنا هذه الورقة جدا مهمة، تكتبون عليها مهم جدا، هنا عدنا قاعدة جدول، طبعا هنا بعد ما درسنا المواد التي تصنع منها الأشياء، هي metal، leather، glass، rubber، dunam، wood، cotton، هالأخذناها، راح نتعلم شون نتكلم من شون نسوي جملة، ونصيغ الجملة، ونحطها موقعها بالجملة، لدينا هذا الجدول، verbs، أفعال، color adjectives، يعني الصفات اللون، اللون أتبرها أيضا صفة، adjectives for made of، يعني الصفات اللي مصنوعة من هالشيء، والنونز، فالجملة حتى نكونها، لازم إليها ترتيب معين، إذا مثلا واحد يريد يقول مثلا كرسي، أسود، خشبي، كبير، مثلا، شون راح يقول، أو يعني ترتيب هاي الكلمات شون راح تكون بالجملة، فهذا هو دا يعلمنا بهاي الورقة دا يعلمنا شون ترتيب الادجكتفز بالجملة، أول شيء بالبداية بجملة حنقول الأفعال، طبعا الربس، ممكن نقول there is، or there are، or is wearing، is holding، is sitting، there is يعني is المفرد، or there are للجمع، is wearing يعني يلبس، is holding، يحمل، is sitting، يجلس، بعدها راح نقول نستعمل color adjectives، الألوان أيضا أنها تعتبرها من الصفات، يعني واحد يقول كرسي أحمر، فدي يوصف الكرسي لونها أحمر، مثلا جنطة سودة، فدي يوصف الجنطة أنها لونها سود، فالcolor أيضا أنها تعتبرها من adjectives، من الصفات، اللي هي الألوان ما أخطيها أنتوا بالمراحل السابقة، black, blue, green, brown, orange, red, white، هاي من طيئة مثلة، أخو ممكن الألوان، adjectives for made of، الصفات المادة التي تصنع منها الشيء أيضا تعتبر من adjectives، نوصف المادة الشيء مثلا نقول أنه جلدي، rather، glass، زجاجي، denim، قطني، wood، خشبي، wool، woolنصوفي، كتن، قطني، metal، معدني أيضا معناتها نوصف الشيء أو الاسم عن طريق المادة المصنوعة منها، وبعدين نقول الأسماء، مثلا هاي ناوز مطيك أسماء، السوفا، تايبول، شاكد، جينز، فوتوال، بوتز، شير، سويتر، رينبوتز، طاول، طاول يعني ما نشافه، كلوك، غلوفز، فكلها أسماء، فحتى نرتب، نريد نقول جملة، أول شيء نقول الفعل، وبعدين نقول الكلر، وبعدين نقول المادة المصنوعة من الشيء، وبعدين يلا نقول الاسم، فهذه جدا مهمة وتحفظون الترتيب مالتها بالضبط، أدناها أيضا ملاحظة ثانية قاعدة يمطيكيها لك، يقول لك، انظر الى ترتيب الصفات، حتى تقول جملة بها صفات الجملة، شون ترتب الصفات؟ تقول لأول شيء، اللون، بعدين نقول المادة، أو تقول الحجم، بعدين نقول الماتيريال، شلون نرتبها؟ بالبداية راح نقول size، number one، size، الحجم، size نقصد به الحجم، يعني big، small، بعدين two، نقول color، color adjectives، يعني الوان، أي لون حسب اللي نتكلم عليه شنو، وبعدين الثالث شيء، نقول الماتيريال، شنو ماتيريال يعني made of؟ حاطلك الماتيريال معانتها made of، يعني الماتيريال معانتها مادة، made of يعني المصنوع من الشيء، وبعدين آخر شيء، number four noun، الاسم، فحتى تقول جملة بها حجم، وبها لون، وبها material ماادة، وبعد اسم، شون راح ترتبهم؟ أول شيء، تقول size، الحجم، وبعدين تقول color، اللون، وبعدين تقول الماتيريال المادة، يعني made of، بعدين آخر شيء، تقول الناؤن، الاسم اللي قاعد توصف به هاي الأشياء، أوكي؟ هنا مطينا مثال، حاطينا a or an، طبعا a or an، طبعا a or an، يعني نقصد بها للاسم، يعني اسم هو ممكن ينعد، فنحن نحط للتعريف له a or an، بس لكن ننتبه شوية هاي ملاحظة، وجوز ما اخذيها بدر مراحل سابقة، ال a or an، صحيح هي نقصد بالاسم مثلا، لكن نمشي على الكلمة الأولى رح نكتبها مثلا، نانا a big، من اندي big مثلا، فراح استعمل أباوع ال b، نانا حرف إلا، لو حرف صحيح، إذا حرف صحيح، رح حط ال a، وإذا حرف إلا، ال size مثلا، رح حط an مثلا، أوكي؟ فبس احنا قصدنا مو على big، لأن هي big، الصفات يعني ما تجمع، تمام؟ فنقصد بها احنا عسه، لكن ال a والآن، نمشي على الكلمة اللي نصفها بالبداية أول شي، فنقل a big، black، rather، sofa. a big، black، rather، sofa. إذا أول شيء استعملت size، big، وبعدين ال color، black، وبعدين material، rather، وبعدين قلت sofa، الاسم، واضح؟ فممكن أنا سويت لكم هيد شي، دماغت شون تجمع، ممكن بالامتيحان، واضحة، واضحة، هنا مثلا تجيك عبارة، he has dash bike، هو يملك دراجة، ومطيك صفات الدراجة، metal، معدني، وبك، كبيرة، وبلو، أزرق، شعر رح تقولها، هو محط لك فوارز، بس أنت ترتبها المفروض بالطريقة الصحيحة هاي غير مرتبة، رتبة بالطريقة الصحيحة، فحنا جعلنا أول شي، قلنا أول شي، size، وبعدين color، وبعدين material، إذا أول شي أقول big، وبعدين أقول blue، وبعدين أقول metal material، فش رح أصير الحال، الحال هي هاز، أرتبها آن، ارتبها آن، big, blue, metal، big, blue, metal, بالطريقة، هاي رتبتها، أوكي، ممكن هي تجي سؤال، أو ممكن تجي بكم جملة كأنما بس يقول لك correct or incorrect، صح لو غلط، يطيك هي مثلا عبارة بس هي الترتيب خطأ، مثلا هي شي، metal, blue, metal, big, blue، فتقول incorrect، غير صحيحة، لكن يجيك عبارة مثلا، مثال يعني ما معناه، big blue metal، فرح تقول هي هاز big blue metal، رح تقول correct، صحيحة، أو ممكن تجيك على شكل فراغات، فراغ العفو، أنت ترتب، لأطيك الصفات، وأنت ترتبها، أنت حافظ الصفات، لقلنا حافظة، أول شيء size، وبعدين color، وبعدين material، وبعدين آخر شيء noun، انتبه، آخر شيء number four now، ممكن يحط لك النون بالبداية، بعدين يقول لك size, color, material، أيضا غلط، واضح؟ أو تجيك بتهيش هالطريقة، ممكن تحتها بالمثاري المتوسط، هي شي يجيبوه، طبعا هذا الموضوع تأخذه حتى بالمتوسطة، بس بطريقة أوسعة، أنت تسعتكم بس size، والcolor، والmaterial، تمام؟ بالمتوسطة، بالتالة المتوسطة، أعتكم opinion، رأي، عمر، shape، شكل، color، nationality، جنسية، وبعدين المتوسطة، يعني الشي مصنوع من جنسية، شنو، شنو، ياباني، كوريس، عراقي، وأدنى الشي، بيكون شكله مثلا مدور، مربع، مثلا، opinion، يعني رأيك بي، حلو، ما حلو، رديع، جيد، يعني، فهي تأخذوها، فإحنا، قلنا الدراسة بالتدريج، فنضبط، نضبط داني، نحفظ هنا أو شي، حتى من، إن شاء الله، مراحل، بالمتوسطة، منتخذون بعد أوسع، أنت ضابط الأساس، ودخلك علي بعدين، معلومات إضافية، فتكون سهلة عليك، ممكن يجيك He has dash bike نطيك ثلاثة اختيارات، يقولك A Blue Big Metal B Metal Blue Big or Big Blue Metal هنختار C، ليش؟ Big Size، وبعدين Color Lone، وبعدين المتيريال Metal، فنختار حلسي، ممكن هي شي، اختار، أو ممكن هي شي، ترتب لكم إياه، أو يجيكم إياه، مثل هو مرتبة، أو خربطة، ويقولك Correct Lone Correct إذا جيب لك هي شي عبارة، He has Big Blue Metal Bike فها تقول Correct صحيحة، يعني حجم ولون وبعدين مادة، أو إذا جيب لك عبارة He has Metal Big Blue Bike رح تقول incorrect أو يحط لك البايك البداية، مثل يقول لك Bike Metal Blue Big حط لك مثل ها ترتيب Big Blue Metal يعني size ولون ومثل صحيحة، لكن البايك حاط لكي أهنانة، مثل يقول لك Bike Blue Metal عفو Bike Blue Bike Big Blue Metal فهاي غلط لأن الاسم نازم يصر آخر شي، أوكي، فممكن هي جي ها الطريقة، أو يجيب ها الطريقة هذي، أو يعني Correct or incorrect، أوكي، فهاي الترتيب نحفظه ونضبطه زين، Size و Color و Material، آخر شي، ننتبه الناون، الاسم اللي ننصف به هاي الصفات، أوكي، exercise C Color the things in the room، لون الغرفة هنا، لون الأشياء في الغرفة، Use the words، استعمل الكلمات in the boxes، استعمل الكلمات الموجودة هنا بالصندوق هذي، هاي الكلمات، Write about your picture، وكتب حول الصورة، لونتها، واستعمل هاي الكلمات، وتكلم انت على الصورة، طبعا هي الصورة ممكن أن يلون ملابس الولد وملابس البنت، بس المجال المطنية، ما يكفي، وهاي حلوة، ممكن واحد يبدأ بيها، ويسوي أكثر من أربع جمل، خمسة أكثر، ممكن، أنا كدر سوي عشر جمل، أو أكثر، بس المجال ما يكفي، هنا طبعا هاي حالتكم، ممكن تغيرون، طبعا هاي هنا، لونت السوفا بالبلاك، أسود، التشير بالورنج، البرتقالي، القلوفز لونتها بالبراون، البني، بس ما أدري ما نبين بالتصوير، لا، وقدرت، إنشان أقدر ألون، ملابس البنت، والولد، لكن ما كو مجال، حتى نتكلم عليهم، ممكن تلونوها، وتكتبون عليها، بالدفتر، ضمنكم المعلم، يعني، معرف، فكلها صحيح، بس، المهم، أحد يتدريب عليك، مثل كتابة الإنشاء، أو جمل، وحفظ المادة، من خلال كتابة الجمل، في الصورة، في الصورة، هناك، يوجد، يوجد، ولد وبنت، هم في غرفة المعيشة، غرفة المعيشة، غرفة المعيشة، نقول عليها، بالعامية، في الصورة، في الغرفة، هناك، يوجد، أقلني، صيغة المفرد، إذا نتكلم عن شيء مفرد، فأني هناك، استعمل هذه، فأني قلت، هناك، لو أنت السوفا بالبلاك، فرح أقول أول شيء، طبعا، وبعد نقول الكلور، وبعد نقول المتيري، وبعد نقول النون، فقلت، إذ، أباك، 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 رادر، سوفا، خلفة جلدية، سوداء كبيرة، فلستوب نقطة، الجملة اللي بعدها، الحرف الأول، كابتل، بداية جملة، أخذناها سابقا، لأنه بعد الفلستوب، نستعمل كابتل لتر، فالمعلومات اللي أخذناها بدروس سابقة، من تجينا بدروس لحقة، نطبقها، مون ننساها، حتى نظل دائما، نمشي بالخط الصحيح، قلت، أباك، منضدة زجاجية كبيرة، ننتبه، منضدة زجاجية كبيرة، كبيرة، هنا، استعملت الزجاج، بس الكلر طفرته، ممكن يعني، إذا ما بيها لون، ممكن أعبره، حتى داع ألمكم، مؤلة بيها لون، لأنه شفافة، واني ملونتها أصلا، واني ملونتها، انتبرتها زجاج، انتبرتها زجاج، فملونتها، ممكن أقول، ممكن أقول، بيج، سايد، بعدين استعملت، الماتيريال، هي المنتيج، وبعدين قلت، الناون، الاسم، تابل، فقلت، توجد، منضدة زجاجية كبيرة، في الوسط، في الورفق، ممكن تقبرتها زجاج، ممكن تلونها، انت سوي هود، براون، مثلا، نتقول خشبية، لونها بلون الجوزي، براون، أم تقول، العلية خشبية، يعني، تغيرون، فأنا حبت، تغير، بعدين، قلت، دير آر، استعملت دير آر، استعمل دير آر، حتى نطبق كل القرينة، دير آر، هنا هاي، هاي، البراون، بالجوزي، فقلت، دير آر براون، أه، براون، 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 ما قلت الحجم، فأنا عبرت الحجم، ما قلت السايز، رأس إن قلت، بس أهم شي، الترتيب صحيح وراها، بعدين قلت، البراون، اللون، وبعدين قلت، ولن، الصوفية، صوف، وبعدين قلت، النون، الاسم، في، براون، ولن، براون، براون، استعملت السايز، هنا، ما بها اللون، ما استعملت اللون، رأسا عال، ممكنا، فنقول، سمول، متل، كلوك، استعملت السايز، وبعدين الناون، سمول، ومتل، المتل، وبعدين الناون، الإسم، ذهر جدسة معدنية صغيرة، تكلمت عالبنت قلت The girl is sitting تستعملت للـ is sitting is sitting on an orange wood chair تجلس على كرسي خشبي برتقالي فحنانا باعوا الـ an قلت الـ orange هو الـ an الـ a والـ an ما نقصد بها على الـ adjectives و الصفة لكن نقصد بها الـ noun لكن الصفة اللي دا أحكي عليها تبدو بحرف الـ then هذا chair chair C مو حرف الـ فلازم أقول a chair لكن من دا أصفة الصفة اللي دا أصفة بها الحرف الأول من الصفة حرف الـ فمشيت على الصفة بس أنا مو دا أقصد الصفة دا أقصد chair فقلت an orange هاي حجيتكم ياه قبل شوي فأن أرجع الـ orange تبدو بحرف l-o فما راح أقول a واحد يقول اقول a لان مو دا أقصد على chair صحيح قاني أقصد الـ a والأن على الـ noun الـ لكن من دا أصف الاسم فالصفة دا أصفة بها إذا تبدو بحرف l فأقول وإذا ما تبدو بحرف l فأقول a هنا مثل قلنا a big لأنه صحيح قاني أقصد الصفة بس أمشي على الصفة اللي دا أطيها هنا الصفة الـ big تبدو بحرف b بحرف l فحطت a لكن هنا الـ an ايضا دا أقصد بها وانا قلنا على chair لكن الصفة دا أصفة بchair هي orange فالـ o تبدو بحرف l فأقول an هاي ننتبه الانزين The girl is sitting on an orange wood chair فاستعملت أول شي ما افتل size جيت رأسا على color و بعدين wood material الخشب وبعدين قلت النون اتشير هاي الجملة الأخيرة هنا حطتكم ها تتكلم عن الـ boy استعمل is holding قلت the boy الولد is holding انه يحمل a leather football ما استعملت ممكن تقولون black and white leather football ممكن حسب as you like بس اني استعملت رأسا leather والنون فقلت the boy is holding a leather football كرة قدم جلدية اوكي هاي الجمل ممكن تعتمدوها او تغيرون منعتكم غير جمل as you like فقلت ها الورقة من التمرين كلش مهمة نحفظها وندرب عليها لأن اكيد تجيب الامتحام that's the end of today's lesson thank you very much and good luck شكرا